طيب مايا في خناقة كده سنوية على سوشيال ميديا بتتعمل على فاصلين من السنة طبعا نسيبك من الخريف والربيع لكن الصيف والشتة وتلاقي بقى محبي الشتة طالعين يورونا يا بتوع الصيف في وقت الحر وبتوع الصيف ييجوا في وقت الشتة لو في بقى سيول وامطار وروا يا فين بقى يا بتوع الشتة شعزين يستمتعوا بالفصول بتاع تلك السنة يا بتوع الشتة وفيروز يلا تعالوا لنا عمليين ايه دلوقتي طيب هل بقى فيه ابراج فعلا بطبيعتها بتميل الفصول معينة اه بستي الابراج الهوائية عمتا بتحب الصيف ليه لانهما سهلة الحركة يعني يلا نسافر يلا نسافر ما عندهمش مشاكل يعني مثلا عندك الميزان الجوزاء الدلو الابراج دي بتحب الصفر جدا وبتحب الانطلاق جدا وما عندهمش يعني حتى إتي لو ركزتي مع اي حدا تعرفيه مثلا ميزان دلو الجوزاء تلاقيه حركته معرفش يقعد على زي الهواء كده واخد انصفات الهواء تلاقيه ما يعرفش يقعد مثلا على مكتب يبقى موظف لأ تلاقيه بيتحرك فالنوع ده بيبقى ناشين جدا في الصيف لانه بيحب الصفر في بقى ابراج تانية مثلا زي الاسد الكوس اه بيحبوا الصفر بس مش اللهم يسافروا يلا نسافر يلا نسافر دي ابراج نارية ابراج نارية وبيحبوا الشياكة يعني بيحبوا الصفر يعني بيحبوا بس لما يكونوا مستعدين مش يلا نسافر يلا نسافر لازم يبقوا مجهزين ليه. لازم أن هما بيحبوا الشيكة في بحبوا اللبس الشتوي لأنه أشيك طبعاً. وتقريباً عشان الكوكب بتاعهم النجم بتاعهم الشمس. بالزبط. فهما بيبقى. هما قريدي عندهم حرارة في جسمهم. يعني هما قريدي يعني مش من الناس اللي عارفة الناس اللي هي بتبقى بيبرادهم بسور. لأنه هما في حتة معينة أنا بشرفها مزعجة جداً يعني أنهما بيحبوا دايماً الناس اللي يتواجدوا في مكان هما اللي قدامه والناس كلها في الخلفية. يعني أنا ملك الشو وأنا قاعدة أو ملكة الشو وأنا قاعدة. أعتقد أن دي صفة بتكون يعني مزعجة. على فكرة بصي برضو بتختلف يعني مثلاً هو الأسد فعلاً فعلاً يحب يبقى الشوي بس ما بيبين ليكيش إن هو الشوي يعني هو الأسد دمه خفيف. يعني لو هتنتكلم على الأسد مثلاً في الشو آه هو شوي بس دمه خفيف وعنده كاريزمة ده راجل أو ست راجل أو ست فبتلاقي إن هو مش مش مزعج. يعني يعني زي إيه صورني وانا مش واخد بيت. أيها بالضبط يعني عرفت مش مزعج بلس إن هو الكاريزمة بتاعته بتضغى على إن هو لأن الأسد على فكرة محبوب له هو من الناس اللي كده وهم ظلمين الأسد جداً. بيحضوا يقول لكم مسيطر هو مش مسيطر ولا حاجة على فكرة دي بقى المفاجأة. وليه بيبقى فيه أبراج مظلومة وأبراج يعني. أيوة زي العقرب ما سيقولك لا العقرب ده وحش جداً لا فيك عقرب في حاجات كثيرة. بيبقى الكلام ده جاي منين يعني أو الناس بتاخد الإنتباع ده إزاي. من خبرات الحالة؟ كده يقول لك العقرب. آه العقرب ده خايقروسك العقرب ده مش هكري. لا بقولك العقرب ده أجمع عليه العلماء. ده مش ممكن. أنا ما فيش. ده الجملة دي بتاعت العقرب دي بالزيت. ما فيش حد أعود معلم ما يقولك العقرب يا سيد. ما هو ده بقى اللي أنا ما استغربه له. اتعاملته مع العقرب. العقرب حلو جداً. طول ما أنت يا بتقسميه. ما بلاش أنا. بتسألني على العقرب أنا بزيلي. فيه اتنين ما حدش تسألني عنهم عقرب وصلتهم. لذلك العقرب كزميل كصديق كأخ كأب غير كزوج. يعني بسي الأبراج دي أصلها دي بعض. دي علاقات. يعني العزراء كصديقة غير كأم غير يعني. العقرب في الارتباط صعب شوية. صعب في إيه؟ إن هو عايز يبقى هو شخصيته بس. يعني ده مسيطر لأقصى درجة. يعني الأسد مش مسيطر على الفكرة. دي مفاجئة. دي مفاجئة.